أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه وصار على طريقه وعلى نهجه إلى يوم الدين وبعد أولا نحمد الله سبحانه وتعالى أن خلقنا مسلمين ولنا رب نلجو إليه في وقت الشدائد وهذا الفرق بيننا وبين من ليس له دين وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وحياة المسلم كلها ابتلاءات كلها شدائد والله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ حتى أن الكافر عندما يقع في شدة يلجأ إلى الله الكافر الذي ليس له رب في عقيدته إنه في وقت الشدة بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم خير شاهدا على هذا قال الله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين يعني شوف دعوا ما لهم شي غير الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركوا فلما أول ما يصروا ينجوا خلاص لكن وقت الأزمات بيلجأ حتى الكافر هذا القرآن هو القرآن خير الشهداء بيلجأ إلى الله حتى عكرم بن أبي جهلي لما جه لما النبي دخل مكة وكان هو من اللي أهدروا دمهم من ضمن الناس اللي أهدر دمهم من نبي صلى الله عليه وسلم فامرته أسلامت وطلعت وفارب بقى خلاص عارف أنه رايح في داية رايح في داية حي موت فخرج من مكة فخرجت زوجته وراءه تجيبه فالمهم هو بيعدوا لكن فيه بحر بيعدوه أو كذا هو راكب البخيرة فقامت الياح شديدة جدا فاللي معاه بقوله إيه يا لاتا يا عزة قال لهم بقول لكم إيه لا لاتا ولا عزة بأن سنين بندعيها لم تفعل شيء والله هو ما ينفعكم غير ربي محمد شوف هو كان خايف بس لأنه كان أهدر دمه مراته جات وقالت له والله النبي عافى عن كل أهل مكة وهيعفو عنك تعالى وخدته ورجعت به قبل ما يوصل يمكن بعشر دقايق النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة سيأتي إليكم عكرمة ابن أبي جحل مسلما فلا تذكروا أباه بسوء خلاص أبوه رحمة تجيبوش سيرته بقى خلاص فقال لهم مش حينفعكم لا اللاتا ولا العزة خلاص وأقول الحمد للأفاة لكن زي حظك ما بتقول بقى فيها ناس بتحدد وفيها ناس اللي هم أقوياء الإيمان ما بيحددوش زي سيدنا إبراهيم عليه السلام لما نزل جبريل وبقول له ماذا تريد الله أرسلني إليك قال له منك أنت فلا أما من الله فعلمه بحال يغني عن سؤاله هو عارف أنا إيه حتى يمكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من شغله ذكري حديث قدسي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي يعني بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وربنا يعلم السر وأخفى فبيكثر من ذكر الله الصحابي اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أكثر لك من دعائي فكم أجعل لك قال ما شئت قال الثلث يا رسول الله حتى الصلاة على النبي دعاء الصلاة على النبي دعاء الثلث قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال له النصف يا رسول الله قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال له الثلثين يا رسول الله قال له ما شئت وإن زدت فى أخر cái قال إذن أجعل لك صلاة كلها قال إذن يغفر ذنبك ويفرج كربك الصلاة على النبي دعا إن الصلاة ثلاثة أنواع صلاة من الله وصلاة من الملائكة وصلاة من البشر نعم اتكلم على لفظ أجعل صلاة كلها دعائي أجعل دعائي كل لك مش هدعي النفس معه أنا أدعي لك أنت يا رسول قال له خلاص إذن يفرج همك ويغفر ذنبك فالصلاة من الله رحمة إن الله ملائكته يصلون على النبي يبقى الصلاة من الله رحمة الصلاة من الملائكة استغفار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخله كل دباء استغفار والصلاة من البشر دعاء قال له إذن قال له خلاص فدائما المؤمن قوي الإيمان بيدعو والله أعلم بما فيه التالي المسكين اللي زي حالتنا بقى بيحدد اللي هو عايزه بيحدد اللي هو عايزه يا رب فرش كربي فيه موضوع كذا يا رب برزقني فيه كذا يا رب مثلا اهدي أبنائي يا رب يا رب مثلا اهدي زوجتي يا رب مثلا اهدي جاري يا رب اكفيني شر جاري بيحدد الأهداف اللي هو عايزه لأنه طبعا السلك بتاعه فيه في حاجات متقطعة إنما التاني بقى سيدنا إبراهيم بقى أبو الأنبياء وهكذا قال له لا أنا هو مش محتاجة أقول له إيه يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهكذا